من جانبه هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريفة وتقدم رئيس الوزراء في برقيته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي داعيا المولى عز وجل أن يعيد الذكرى العطرة على الشعب وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء كما بعث مدبولي برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي